بالرغم من الظروف الاستثنائية التي رفقت جائحة كورونا ألحت مؤسسة منتظى أصيلة على رسم طريق التخلص من الآثار النفسية للحجر السحي مستندة إلى الفن لزرع الأمل في نفوس الزيلاشيين هذا النشاط الذي تنظم هذا الصيف هذا أصيلا ليس موسم أصيلة ثقافي الدولي بمفهومه العام الذي كان قم بها لكن هذه السنة ارتأت المؤسسة أنها في ذلك الجائحة أنها لا تنظم الموسم ورغم ذلك شفنا أنه لازم يكون عنه حدث الذي ينفس على المواطنين الأصيلة وعلى المواطنين والزهور مدينة أصيلة والذي خلقناه من البهجة وكذلك في نفوس الأطفال ونفوس الشباب هذه السنة كما تعرفون سنة ستنائية لأن هذه الجائحة فرضت على العالم وعلى الوطن دينا أننا هذه الأكتيفتي والاحتفاليات ومهرجانات موقفة مؤسسة منتدى أصيلة برئاسة الأمين العام دينا محمد السيد محمد بن عيسان فكرنا أننا نخرج من هذه الدائقة واحد النشاط المحلي بفنانين محليين مصغر تفويج عن الناس ودفع واحد النوع دي للبهجة والسرور على المواطنين المدينة العتيقة لأصيلة هذه السنة جددت موعدها مع الجداريات التي دأبت مؤسسة منتدى أصيلة على استدعاء فنانين مغاربة وأجانب لإنجازها لزخرفة جدران البيوت والحارات بها على مدى العقود الأربعة الماضية لكن جداريات هذا العام كانت في جلها من إبداع فنانين زيلشيين مخضرمين وثلة من اليافعين والأطفال المبدعين غمسوا رشاتهم في ألوان الأملي لتزين طريق الخلاص من التباعة النفسية للجائحة فالمشاركة ديالي في هذا الموسم اللي هو فيه واحد المجموعة ديال الفنانين اللي عير من أبناء أصيلة واللي كتجمعيني بعاني مع أصيلة واحد المدى ديال واحد الربعين سنة وأنا كنشارك في هذا الموسم خاصة أنني كمختص في الجداريات والموضوع ديال هاد النسخة هادي هو كورونا المواجهة والأمل أنا بغيت من خلال الجدارية ديالي بيين بأن الأمل هو أفضل وسيلة من أجل التغلب على الفيروس وبأن الفن كيبقى هو الوسيلة الأفضل من أجل التعبير عن معاناة ديالنا خاصة ما بعد مرة ما عشنا في هذا الظروف ديال الفيروس هذا جنا نشارك في جدارية ديال مدينة أصيلة في إطار المهرجة المصغر بصيغة الصباعة بهذه الجدارية الفنية رسالة واضحة هي دعوة للجامع من أجل الأمل من أجل إبقاء روح الفكاهة وروح المرح إن كانت الجائحة قد منعت على غير العادة توفد الفنانين والمثقفين من مختلف بقاع المأمور على الموسم الدولي لأصيلة فإن أبناء المدينة كانوا في الموعد للحفاظ على تقليد سنوي شكل منبع صيط المدينة الأطلسية على مدى العقود الماضية تقليد الجداريات الذي ساهمت من خلاله مؤسسة منتدى أصيلة في دمقرة الفن التشكيلي وتقريبه من عموم الناس ترجمة نانسي قنقر